بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم إزاكوا شباب ما كمليم مع بعض بقية فيديوهات tutorial 101 in C-Sharp هنتعرف في الفيديو ده ازاي ممكن اعمل print screen او caption لديسكتوب بتاعي من خلال application بلغة C-Sharp طب بشكل بسيط كده تعالى نعمل new project على visual studio هيكون من نوع windows application وهنسمي print screen demo وهبدأ اقول له اوكي هحتاج في البروجيكت ده يكون عندي to control الاولاني bottom هستخدمه في عملية print وهنسميه print screen والتاني هيكون بكيتشار بوكس وهبدأ اخلي خاصية doc low تكون bottom عشان ياخد مساعد الفورم كله بالشكل ده طيب تحت لك بتاع زرار هنبدأ نكتب الكود بتاعنا هستخدم ال bitmap هعمل منها object class bitmap هعمل منها object هيكون اسمه مثلا bmp equal new bitmap طيب لو اخدنا بالنا الكونستركتور بتاع ال bitmap بيبدأ يطلب مني السورس اللي انا هشتغل عليه او stream stream بتاعي هيكون original size هيكون عبارة عن screen ده class الclass ده dimsystem.windows.form بيديني امكانيات ال environment بتاع ال screen ببدأ احدد primary screen مقصود بال primary screen لو انت عندك مثلا حاجة شغالة على البروجيكتور فبيبقى عندك primary screen و extend screen او secondary screen انا كاني بقول له الشاشة اللي قدامي اللي هي الاصلية dot bounce بتاعها تمام ودي property بتجت ليا كل ال display وبتحوله لشكل system draw.rectangle بشكل رسمة دوت كاني بقول له انا عايز ابعاد الشاشة اللي قدامي فانعايز ال rectangle اللي عامل الشاشة rectangle بتاعي فكده انا اخد ال weights هبدأ اديله الهيد عندي بيمثل بردوك screen dot primary screen dot pounds dot height وبكده يبقى انا اديت ال weights والهيد اللي انا عايزه لابعاد الشاشة بتاعتي كلها بعد كده هشتغل مع ال class graphic وابدأ اخد منه object وليكن gr equal graphic عندي هنا static methods ممكن انادي عليه على طول فابدأ اقول له from image طب ال image بتاعتي موجودة في pmp كاني بالضبط بقول له استرام لي صورة اللي انا اديت لك ابعادها في ال object اللي اسمه pmp طيب graphic هيعمل ايه او gr هيبدأ يكوبي from screen كوبي from screen دي الماثود بتاعي طيب في الكوبي from screen هبدأ اديله ال overload اللي هو الصورس بتاعي في ال x وال y وال destination في ال x وال y فهبدأ الاول اديله zero يبقى انا من عند x zero اللي هو بداية الشاشة من فوق وال y zero وال destination بتاعي zero لل y و zero لل x او ال x وال y وبعد كده هبدأ اديله البلوك اللي انا هشتغل عليه او original size هو مساحة ال bitmap كاملة bitmap.size كده انا خلصت وعملت streaming للصورة هبدأ اقول له ان box1.image الصورة بتاعته هتساوي pmp عشان تظهر قدامه طيب تعال نجرب ونشوف نتيجة اللي انا عملنا ايه هعمل save وابدأ run ال application كده ال application بتاعي شغال هبدأ اضغط على print screen فاللاحظ ان صورة الشاشة بدأت تظهر قدامي طبعا انا هنا باخد من ابعاد البلوك يعني انا لو نزلت نتحت شوية وضغط فديت شاشة ال print screen بتاعي او حالة الصورة دي عشان تبان كلها هخلي الصورة ديت هجماعة من smart tag هغير size mode بتاعي وخليه stretch image وتعالى نصغر الفورمة بتاعي ليه الحجم ده طبعا ده بس علشان يظهر عندي ال print screen بكامل شكله جوه الصورة بتاعي بمعنى لو انا دلوقتي اعملت run مرة تانية نلاحظ بقى لما اضغط على print screen ادي الشاشة بتاعتي بالكامل بقت موجودة جوه الشكل بتاعي بكده يبقى احنا قدرنا نصور الشكل ده طبعا فيه امكانية كمان ان انا احط زرار save بحيث لو الصورة ديت عجبتني ممكن اخد الكلام ده واعمل له عملية ايه save طيب في حالة save هحتاج اعمليه هحتاج اكلم ال object ده وعشان اوصل ال object ده هضطر ان انا ارفعه level فاحطه على مستوى ال partial وهو اللي بيساوي null وهاخد ال pm او pmp وساويه هنا بالقيمة وهيكون عندي اكيد f لو كان pmp not equal null يعني لو ما كانش فاضي في الحالة دي هنبدأ نطلع pmp.save عشان ابدأ اعمله حفز ممكن احدده في location على طول هسميه ايه هسميه ايه هسميه my desktop.png مثلا وابدأ اقول له الاكستنشن اللي انت هتشتغل عليه كفورمات للامج بتاعك هو عبارة عن system.drawing.imagining.imageformat وابدأ اختار الاكستنشن اللي انا عايزه سواء كان jpg او png او الشكل اللي انت عايزه طب هو هيحدده فين هنا هيحطه على ال root بمعنى ايه على ال root لو انا جيت هنا وعمل المسج بوكس هقول فيها message box saving مثلا هي بالفعل اتحطت في الاكستنشن ده تعال حتى نكرر مرة تانية run وهجي هنا فقالي saving طيب تعال اروح ليه ال pass اللي انا مخزن فيه ال application جوه ال pen جوه ال debug بدأت تظهر عندي my desktop.png لو عملت open لها بدأت تظهر معي الصورة وانا واخد ال snap shot بتاع ال screen بتاعي. ده كان بشكل بسيط جدا. طريقة عمل print screen جوه ال application بتاعك في c sharp. لو شايف طريقة احسن للكود اللي احنا عملناه في الفيديو ده ياريت تكتبه هنا في التعليق ولو عندك فكرة او سؤال ياريت برضوك تحطه في comments عشان الفايدة تعمل على الجميع. باش كل الناس اللي افضلوا على القناة من خلال اللايك والsubscribe والشيرينج. شير للفيديو على عد ما تقدر واخيرا خليك اجابي ما توقفش المعلومة عندك شير بالخير. اشتركوا ان شاء الله خير الفيديو اللي جاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.